طيب زي خاني خاني أرجع للنقطة الحضارة التي ذكرتها يا دكتور أنه بالفعل في مؤثرين على سوشال ميديا أو فنانين تكلموا على فكرة هذا المرض مرض البهاء وأن احنا نتعايش معه هل ده بيرجع لأنه في حالات ممكن تكون جرابة مثلا العلاج ولم تستجب للعلاج؟ أنا قلت الحاليكي أن احنا شرط نجاح العلاج أن المريض يتوجه بدري للطبيب الحالات مثلا تبقى الإيد كلها بقت بيضة لحد هنا بس ممكن يا دكتور أحيانا بتظهر بقع ممكن الناس ما تاخدش بالها منها ممكن تظهر بقع مثلا في الظهر ممكن تظهر بقع صغيرة بجد ممكن بحد شيء النقطة الصغيرة لا تعد بهاء البهاء يعني أنا دايما بقول العنين بالبلدي كده بقع قد الجنيه ولونها لون اللبن قد الجنيه ولونها لون اللبن وانس إن ده يحصل لازم تيجي تكشف عند الطبيب ممكن يطلع حاجة أخف من كده بس ده مرحلة لازم يبتدي فيها علاج لا طبعا بقع له علاج بس مش كل الحالات علاجها زي بعد يعني فيه الحالات اللي هي بقالها سنين طويلة وانتشر في أكتر من 50% من جسمها أنا بقدر بضطر بعد كده إن أنا مقدرش أرجع اللون لطبيعته فبشيل بقيت لون الجلد الطبيعي البني وخلي الجسم كله قبيت الإيدين اللي هي وصلت لحد هنا كلها مقدرش أعمل زراعة خالية لكل الإيد مقدرش أعمل كده إنما فيه حالات تانية كتير ليها علاج أقدر أقول أكتر من 80% من الحالات أو 90% من الحالات ليها علاج الوحيلة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت زي ما حضرتك قلت كده المؤثرين اللي قالوا تعايشوا معاه وبلاش تتنمروا والمسلسلات اللي طلعت خلت الناس تراجعت فترة طويلة جدا علاج وفقدت الأمل وأحبطت وده مش صح يعني ده تأثير كان سيء جدا من السوشيال ميديا ومن الدراما على مرضى البهاء لأن معظم الحالات كان لها علاج وتوقفت المشكلة أن المريض بعد ما بتوقف فترة المرض بيبتدي يزيد ويوصل مرحلة في النص لقادر يتعالج ولا قادر يستحمل الوضع اللي هو فيه لأ طبعا المرض له علاج ومن بدري لو رحته للطبيب نسبة العلاج ونسبة الشفاء فوق التسعين في المشكلة ومش مكلف مش مكلف في معظم الحالات في معظم الحالات مش مكلف يعني حتى الكريمات الغالية الكريمات الأمريكية اللي أعلنت عليها الـ FDA السنين اللي فاتت السنة اللي فاتت دي كريم بـ 3000 دولار تم تصنيعه في مصر بأرقام أقل من كده ورغم لو تمنوا في مصر عن العلاجات التانية اللي موجودة العلاجات التانية اللي موجودة شغالة من سنين ومتجيب نتايج من سنين وعليها أبحاث من سنين ومش محتاجين نشتري حاجة غالية عشان نعالج البهاء طب نقدر نقول إن الإنجاز العلمي ده تحقق سنة كام يعني معلش إحنا ما نعرفش في المعلومة هي مشكلة مرض البهاء إنه زمان من 10 سنين كانت نسبة وجوده في العالم 2% في الأبحاث الأخيرة في بعض الدول وصل لـ 8 و 8 من 10% وده بيرجعوا لحاجات كتير جدا منها نوع التغذية اللي احنا بنكله يعني زي ما لسه بقول لحريك الدقيق الأبيض ده الجلوتين ده واحد من المسببات القوية في لغبطة جهاز المناعه مرتبط جدا بمرض البهاء يعني الناس اللي بتوقف جلوتين 7 سنين في بعض الأبحاث خفت من البهاء من غير علاجة الحاجة الثانية إن الأبحاث الموجودة والعلاجات الموجودة بقالها سنين طويلة جدا هي بس بتبقى تطور بسيط في خطوات العلاج يعني طريقة الجراحة خطوة معينة في الجراحة طريقة فصل الجلد في الحتة اللي فيها البهاء طريقة زراعة القلية يعني احنا تقريبا بنعمل عمليات البهاء دي بقالنا أكتر من 15 سنة وبتجيب نتائج ممتازة التوعية بالطريقة العمليات وبالعلاج ما كانش عالي قوي في الفترة اللي فاتت وده اللي خلى الناس كتير جدا تبقى يأسر من العلاج دكتر أنا يعني أنا أعرف حالات بشكل شخصي بالفعل يمكن ظهر عندهم هذا المرض بسبب أزمة نفسية يعني فعلا ناموا مزعلين من موقف معين صحيوا لقوا إنه هذا المرض بانت علاماته وأثروا على جلدهم لو في حالة إن الشخص بيمر بأزمة نفسية وحتى توجه للطبيب طبيب جلدية عشان يقدر يعالج بس لهذه الأزمة النفسية مستمر عنده هيستجيب للعلاق ولا لا؟